بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزاء الطلاب والطالبات أهلاً وسهلاً بكم في مادة اللياقة والثقافة الصحية للمرحلة الثانوية المسار العام للفصل الدراسي الأول سوف نتحدث في درسنا هذا عن التقنيات في النشاط البدني والرياضي محدثكم الأستاذ عبدالله بن محمد البقمي فأهلاً وسهلاً بكم في درسنا لهذا اليوم سوف نتعرف وتكون فكرتنا الرئيسية للتقنيات في النشاط البدني والرياضي توظيف التقنيات والبرامج الإلكترونية في قياس ومتابعة النشاط البدني والرياضي ودورها في تحليل وتفسير البيانات لتعزيز ممارسة الأنشطة البدنية بين الأفراد الفكرة لدينا في هذا الدرس متوفر لدينا تقنيات وبرامج مخصصة للأنشطة البدنية من خلال تطويرها وتحليل ممارسة الأنشطة لدى الأفراد ومدى تطور الحالة الصحية والجسدية والنشاط البدني لدى الفرد وسوف تتعرف بنهاية الدرس أولاً تقدر توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز النشاط البدني تحدد الأجهزة والتطبيقات الإلكترونية في قياس النشاط البدني ومواصفاتها تطبق قياس النشاط البدني بواسطة الأجهزة والتطبيقات الإلكترونية تتعرف على تطبيق إلكتروني معزز لممارسة النشاط البدني إذن في نهاية الدرس سوف تتعرف على ما هي البرامج والتطبيقات الحديثة في تعزيز النشاط البدني وما هي الأجهزة الإلكترونية في قياس النشاط البدني ومواصفاتها وتتعرف على تطبيق إلكتروني معزز لممارسة النشاط البدني إذن نبدأ في تقنيات النشاط البدني ازدهرت صناعة البرامج والتطبيقات والأجهزة مدعومة من التطور الكبير في تقنيات المعلومات والاتصال عبر الأجهزة الذكية متعددة الأغراض والأجهزة اللوحية عملت شركات تصنيع الإلكترونيات ومنتجات الحاسوب على تطوير تقنيات حديثة في النشاط البدني منها أجهزة قياس معدل ممارسة النشاط البدني والتغذية وجودة النوم وحساب الخمول البدني تعتمد هذه التقنيات على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات إذن تطور حاصل في التقنيات الخاصة بالأنشطة الرياضية والبرامج الإلكترونية وكما تشاهدون هناك توفر بعض الأجهزة مثل الساعات المخصصة لحساب السعرات الحلالية ومعدل نبضات القلب وعدد الخطوات في الأنشطة الممارسة مواصفات برامج وتطبيقات النشاط البدني أولاً دقة القياس ويقصد بها دقة المعلومات المتعلقة ببيانات النشاط البدني كعدد الخطوات ومدة النشاط البدني وشدته والمسافة المقطوعة وسرعة الأداء كالمشي أو الجري والقياسات الحيوية كقياس ضربات القلب وغيرها إذن المواصفات تلك التي تشاهدونها من ضمنها دقة القياس حيث أن تلك البرامج المخصصة للنشاط البدني تقوم بشكل دقيق بقياس عدد الخطوات كمثال وحساب السعرات الحلالية ومعدل ضربات القلب والمدة وسرعة الأداء أيضاً والمشي ثانياً نوع البيانات حول النشاط البدني ويقصد بها تنوع البيانات التي يظهرها البرنامج أو الجهاز وربطها مع الفئة العمرية والنوع والرياضات التي تحبها أو تفضل ممارستها إذن النوع البيانات حول النشاط البدني هو يتيح لك الاختيار في نوع البيانات التي يظهرها البرنامج أيضاً وتربطها مع الفئة العمرية سواء للذكور أو الإناث وكما تشاهدون في هذا الجدول صورة توضيحية للمعلومات التي تقدمها إحدى التطبيقات الخاصة بتتبع النشاط البدني من خلال عدد الخطوات والزمن المقطوع في ممارسة النشاط البدني وعدد السعرات الحرارية المحروقة من خلال النشاط البدني ثالثاً التكلفة المالية توجد برامج وتطبيقات مجانية وأخرى تشترى ملكيتها مرة واحدة ويفضل الابتعاد عن البرامج التي تكون برسوم اشتراك شهري أو سنوي لأن بعضها قد يلزم المستخدم بمدة طويلة في الاتفاقية التكلفة المالية وهي البرامج الموجودة في التطبيقات بعضها يكون مجاني وهذا التطبيق المجاني يفضل الاختيار منه واستخدامه وهناك أيضاً تطبيقات تشترى ملكيتها بمبالغ معينة وقد تكون تلك المبالغ بشكل شهري أو سنوي ويفضل الابتعاد عن تلك التطبيقات التي تحمل مبالغ مالية رابعاً خيارات الدعم سهولة الوصول للمعلومات مثل اللغة وخدمة تصنيف البيانات وإرسالها عبر البريد الأكتروني وتقديم التقارير الدورية حول النشاط البدني وربطها بأجهزة أو برامج أخرى والتنبيهات وقياس بعض المؤشرات الحيوية كضربات القلب وقياس اللياقة القلبية التنفسية وغيرها من الخيارات الأخرى المماثلة خيارات الدعم هي تعتبر سهولة الوصول لتلك التطبيقات وطريقة التعامل معها فتوفر اللغة في تلك التطبيقات سهل عملية الوصول واستخدام التطبيقات من قبل الأفراد سواء هنا أو خارج فاللغة جزء مهم في سهولة استخدام البرنامج وأيضا تصنيف البيانات وإرسالها عن طريق البريد الأكتروني وتقديم التقارير الدولية وربطها بالأجهزة وأيضا حساب السعرات وضربات القلب وقياس اللياقة القلبية التنفسية خامسا مؤشرات الأداء المثالي يحتوي البرنامج أو التطبيق على مؤشرات تستخدم كمرجع إرشادي لمعرفة مقدار التقدم نحو تحقيق الهدف المرغوب في ممارسة النشاط البدني لمدة ستين دقيقة يوميا بالدقائق أو النسبة المئوية ستين دقيقة في اليوم إذن هذا المؤشر الخاص بالأداء هو يوجد داخل التطبيق وهو يحتوي على مؤشرات تستخدم كمرجع لك أنت في حال كان لديك هدف الوصول إلى شيء معين فهذه المؤشرات تساعدك على السهول بوصوله سادسا التنبيهات والتذكيرات وجود خاصية تنبه المستخدم عن أي قصور أو تأخر لتحقيق هدف النشاط البدني أو عند عدم إكمال مهمة معينة أو حرق سعرات حرارية خلال فترة معينة في الأسبوع إذن التنبيهات والتذكيرات هي تساعدك على ممارسة النشاط البدني فأحدى التطبيقات أو البرامج إذا لم تمارس النشاط البدني لفترة معينة يأتيك تنبيه بأن هناك خمول وعدم ممارسة النشاط البدني فهذا يساعدك ويحفزك بالقيام بممارسة النشاط البدني بشكل صحيح سابعا المميزات التفاعلية مع الآخرين مشاركة بيانات النشاط البدني مع الآخرين خاصة إذا كانت طبيعة التفاعل عادلة وموضوعية ولها مكافآت مادية أو معنوية مغرية كالميداليات والترتيب في تصنيف معين مع الآخرين حيث يظهر ذلك لعامة الناس ممن لديهم التطبيق المميزات التفاعلية هي توجد داخل التطبيق ويقوم على عمل تنافسي بين الأفراد ووضع جوائز وميداليات لهم لتحفيزهم لممارسة النشاط البدني الربط مع الهواتف الذكية والحاسوب ربط الأجهزة بالتطبيقات الإلكترونية سواء كان نظام التشغيل أبل أو أندرويد باستخدام الوسائط أو الوصلات كالبلوتوث ويمكن مشاركة البيانات ونقلها وتعديلها وإعادتها هذه النقطة المهمة من خلال التقنية هو أنه بإمكانك ربط تلك البرامج بالحاسوب سواء كان جهازك أبل أو أندرويد فهي تقوم بسهولة الوصول إلى الحاسوب عن طريق البلوتوث أو الوصلات المخصصة وبذلك نقل البيانات إلى الحاسوب للاستفادة منها في المستقبل تطبيق الرياضة للجميع أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع تطبيق الرياضة للجميع وهو أحد المشاريع الوطنية الرائدة ضمن برنامج جودة الحياة الذي يعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 20-30 هذا التطبيق المجاني يعد أحد أشهر التطبيقات على الهواتف والأجهزة الذكية التي تعزز من ممارسة النشاط البدني والرياضة في المملكة والذي يمكن المستخدمين من تتبع نشاطهم ولياقتهم البدنية مع ميزات تفاعلية بين المستخدمين بإشراف مباشر من وزارة الرياضة ويتيح التطبيق فرصة إنشاء تحديات ذاتية خاصة بالمستخدم وفق أهدافه التي يضعها كالحد الأدنى من الخطوات في اليوم ومعدل المسافة المقطوعة في الأسبوع والمشاركة والتفاعل من خلال التطبيق بين أفراد الأسرة والأصدقاء هذا التطبيق هو تطبيق مهم لهدف وضمن برنامج جودة الحياة في المملكة العربية السعودية وهو يعتبر من أهداف رؤية المملكة 20-30 حيث يتيح البرنامج هذا للمستخدمين بشكل مجاني باستخدامه والتفاعل مع الآخرين وقيمت فيه أيضاً مسابقات وعدة جوائز وبإمكانك أن تضع لك هدف داخل هذا التطبيق لوفق أهداف تضعها أنت للوصول مستقبلاً بتحقيق أهدافك الخاصة بك الفروق بين تقنيات النشاط البدني للصحة وتقنيات تطوير اللياقة البدنية والآداء الرياضي الفروق بناء على الهدف من ممارسة النشاط البدني إذا كان هدف ممارسة النشاط البدني هو تعزيز الصحة العامة أو الترويح يستخدم أجهزة حساب الخطوات أو المسافة المقطوعة أو عدد ساعات الجلوس وهي تعطي بيانات عامة وغير تفصيلية وتعد تلك الأجهزة مؤشراً جيداً حول مدى تحقيق الحد الأدنى من النشاط البدني الموصابه للحصول على الفوائد الصحية أيضاً إذا كان الهدف من ممارسة النشاط البدني هو رفع اللياقة البدنية يستخدم تطبيقات التدريب حسب مستوى المستخدم وحالته البدنية واللياقة واللياقية والصحية وتأخذ في الاعتبار العمر والنوع إذن الفروق بناء على الهدف من ممارسة النشاط البدني اثنان إذا كان الهدف الأول خاص بك بممارسة النشاط البدني على الصعيد الشخصي فهو يستخدم فيه حساب الخطوات ومعدل ضربات القلب وكما تشاهدون المسافة المقطوعة والهدف الآخر عندما تكون ممارسة النشاط البدني بهدف رفع اللياقة البدنية فهو يكون تحت إشراف متخصصين لإعداد هذه البرامج باللاعبين تعتبر أيضا وفق الحالة العمرية والنوع تصنيف تقنيات النشاط البدني وفق البيانات والقياسات أولا البيانات والقياسات الخاصة بمعدل ممارسة النشاط البدني تتضمن الأجهزة أو التطبيقات مجموعة من البيانات والقياسات الخاصة بالحركة والتنقل وهي إما بيانات بسيطة ومحدودة كعدد الخطوات في اليوم والليلة وإما بيانات متقدبة تتضمن بعض القياسات والبيانات كمدة المشي ومعدل السرعة والمسافة المقطوعة وقياس نبض القلب وحساب السعرات الحرارية إذن التصنيف الأول الخاص بالنشاط البدني بتقنياتها خاصة بمعدل ممارسة النشاط البدني لديك فهي تكون على استخدام الأجهزة والتطبيقات من خلال حساب عدد الخطوات في اليوم والليلة ويكون لك معدل تصاعدي وأيضاً بيانات متقدمة في بعض القياسات والبيانات كمدة المشي والمسافة المقطوعة نأتي بعد ذلك البيانات والقياسات الخاصة بتطوير اللياقة البدنية تتضمن الأجهزة والتطبيقات الخاصة بالرياضيين الذين يهتمون بتطوير اللياقة البدنية مثل الحمل الدوري التنفسي اللياقة العضلية بمختلف أنواعها لذا ينصح من يرغب في استخدام هذه البرامج أن يحدد الهدف والمستوى أولاً قبل البدء في شراء أو اقتناء الجهاز أو التطبيق إذن هذه البيانات والقياسات الخاصة بتطوير اللياقة البدنية قبل أن تفكر في شراءها أو استخدامها يجب أن تضع لك هدف أولاً وأن يكون هناك شخص متخصص للقيام باستخدام تلك الأجهزة بالشكل الصحيح ثالثاً البيانات والقياسات الخاصة بتطوير رياضة أو لعبة معينة لا تختلف كثيراً البيانات والقياسات التي تتيحها أجهزة تطوير الأداء الرياضي عن الأجهزة والبرامج الخاصة بتطوير اللياقة البدنية ولكن ما يميز أجهزة تطوير الأداء الرياضي أنها تركز في لعبة أو رياضة معينة بكامل تفاصيلها ومن أمثلتها أجهزة رصد ضربات القلب للرياضيين المحترفين بمختلف أنواعها وكذلك تطبيقات خاصة بقياس زمن ردة الفعل للرياضات التي تتطلب سرعة رد فعل معينة كما توجد تطبيقات خاصة بتقدير الحصة التدريبية للعدائين بناء على بيانات تدريبهم في الأيام الماضية إذن التصنيف الثالث هو للفئة الأعلى من الممارسين الرياضيين حيث أنه يختلف كثيرا فهو يكون بشكل دقيق في رياضة معينة أو لعبة معينة ويهدف إلى تطوير اللياقة البدنية في تلك اللعبة ولكنها تقوم برصد أيضا ضربات القلب للرياضيين المحترفين ماذا تعلمت عزيزي الطالب في درسنا لهذا اليوم التقنيات في النشاط البدني والرياضي تعلمنا أن دقة القياس تعني دقة المعلومات المتعلقة ببيانات النشاط البدني التي يقيسها هذا الجهاز أو البرنامج كلما كانت البيانات التي يظهرها الجهاز أو التطبيق مفصلة كلما كان ذلك أفضل خاصة إذا تضمنت خيارات واسعة تشمل الفئة العمرية والنوع إذن دقة القياس هي دقة المعلومات المتعلقة بالنشاط البدني كما تشاهدون وتكون دقة البرامج والتطبيقات بشكل دقيق عندما يكون هناك تفصيل في الحالة الخاصة لدى الفرد العمر والنوع نشاط منزلي تقنيات قياس معدل النشاط البدني تنقسم إلى قسمين واحد واثنان اذكرها ثم اعرضها على معلمك في المدرسة ايضا يوجد ثلاثة انواع من البرامج والتطبيقات من حيث التكلفة المالية اذكر ما هي تلك البرامج وعرضها على معلمك في المدرسة ختاما عزيزي الطالب والطالبة اشكركم على حسن استماعكم لدرسنا لهذا اليوم ونلتقي بكم في دروس اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته